سلام حبابيتي وش حوالكم ان شاء الله رأكم كامل لباس وبخير ومهنين أنا الحمد لله يا ربي لباس ربي جاء لها نعمة دايما ان شاء الله ويحفظها من الزوال في البداية نقول لكم صحة رمضانكم تصوموا ان شاء الله بالصحة والهنة وانها اليوم جيت باش نشارك معاكم الفلوغ يومي نهار لولت على رمضان واشترت فيه كامل اكيد مع وصفات افكار رايح انديكم معيها لسيبيريت نصرفه شوية مع بعضانا واكيد منها انشجعكم ونديركم الطاقة الايجابية كاميرا كتوفو حبابيتي نوذ نهار اول رمضان كنت ديجا درت البيرح شباح السفرات باعتها وجدتها وخليتها اتبيت قال كاذي يعني الطريقة باش تخلي شباح سفراتي عكي جو شادين ويجو املاح الغسية تيحها درت ثلاثة لوز مرحي درت لهم واحدة غربوع سكر رحيت مع بعضان في الروب ومبعد لميت سفر البيض حتى محصلت لعجينة املاحة ومبعد ديغك تمو شكلتها كما ركتوفو هناك انشكلتها درتها في بيض البيض مبعvantage حاطيتها فوق اقبination هكدا باش هذيك البيض يعني يهبط يبقى فيها الجزت اللي نحتاجوه ومبعد قليتها القليا الاولى زد هذيك القطرة الزيت يبقى ابيض ونظيف وبالفعل بقى الزيت يقليت به القليه الأولى وقليه الثانية وبقى مليح وبعد قليت قليه الأولى وزيت حطيتهم وبعد زيت درتهم في بيض بيض وقليتهم القليه الثانية وكانوا شباح صفراتي عي واجدين كنت ديجا قضيت الرمضان ما بقولوا لي واحد الحويج هكا اللي نحتاجهم فيه تحليتي مملحاتي كما تعافوا الراجل مهما يصرف مش كيما احنايا تعدي عرفة يعني اكيد افكارك وشيحاء الطيبي وكان ديجا وصني كولي من دارنا تاع الشرباء وراس الحنوت هاي حاجة اوبليغاتوار الرمضان اخرجت رحت هزيت الكوليه تيغي وبعد فدي غاكتمول هذي استيبريت ومغشيف فيها كل ملذ وطاب يعني امبوسيبل ما تلقيش عندهم حاجة كلش عندهم اقضيت شوية قضيين اللي نحتاجوه كما قلتلكم بقى الروز راني نعيني منش نلقى الروز لبيض نلقى جيس المفور مي انا ما يعجبنيش في حدلقو سفبه هنا فلونوارا كما تعرفوا لا يخلو عن الطابلة الجزائرية هذا جبن امير كما تعرفون سحقوه ثاني حتى هو في التحليات والمعجنات توعنا شريط هذا الشيبس اللي رايح ندير بيه اكيد تزيين السلدات شريط ثاني مرشيميلو اللي رايح ندير به التحلية كانت عجبتني بربوشة البركة اللي ما نستغناش عليها بربوشة بلادي بنا ولا اروع في الافطار نشري المتبسط ودرك عيد رمضان شريط الرقيق بش ندير بيها المسفوف كملت كيما قلتكم شريط القضية اللي خصني وديركتمو رحت عند الحنود الامبلاج اللي بيحويج القاطو كيما شفتو كنت ديجا شريط يعني ما يخصنيش حاجة كبيرة خصوني جيد شوية مكسارات كيما قلت لكم باش نستخدمها في التحلية تاعي وكنت ناوية بش ندير زعماء اللي دات فوقي هذوك هذوك هتشوفوني كفاه نجري نجري الذنعلي المغرب وانا انطيب في القرصة الاخيرة تاع الخميرة يعني كيخرج ترجعت جوي هالربعة ما كفانيش الحيل نور ما مومن خرشن هالرمضان مي للذرورة احكام يعني خرجت قليت حوية جيزت بنتي تقرى ورجعت للربعة قلت لك دي غيك تمو كيما راكم تشوفو حطيت الطابلة كنت دي جا حطيت هالبير حبقو غير كالك تخيك هكا كمرت حطيتهم و دي غيك تمو طابلتي والكوزينة باش نطيب نهار اليوم كيما شفتوا في بداية الشربات اجي اللي حلو ودرت هذيك المقبلات تاع الكريم وطن وفرماج ودرت اكيد المثلور اهنا الشربة فريك تاعنا احنا البسيكرا شخصيا ديروها بلا باصلة كيما راكم تشوفو جيبي لحم تاعك ولا الجيج ليهم ديلو شوية زيت ديلو طماطم الباطن اهنا درت مغرفو نص مبع زيت شوية اديلها ملح فلفل اكحل رس الحنوط وشوية كوركم وفلفل احمر اكيد باش ديك حارة وبلا ما ننسى مربع الجامبو اللي ولا ليدمين مالقري كيما راكم تشوفو ادرتها باللحم الاحمر ورايح باش نزيد اندلها ليبول تاع الحم هكذاك ولازم اندلها الجامبو باش دي ابنينا اهنا جبت سحبات ماطم طيبين مليح درت لهم خمسة فصو الثوم هنا لازم تكثري الثوم درت لهم شوية دبشة ولا الكوسبور انا نحب نطيب بالكوسبور يعني كاي اللي طيبوا بالكوسبور ليه بسمي انا نحب الدبشة ارحيتهم وزيتهم على المكوينة التي اللي كنت درتهم في البداية وهنا يبدأ سر البنة تاع الشرباء تاعك وش نديرو هنا نغلقو عليها ونخلوها تتقلى في اقل من مهلها حتى ان يطلع الزيت ولا سوس يلسك ونبعد نرشعولها ونبعد فضيقك تمو بش ندير الطاجير اللي حلو الطاجير اللي حلو من البديهيات ومن الضروريات اللي لازم نبدأ بيها من رمضاني هكذا بشي جينا فيل كيما نقولو حنا بكري فيل بشي جيك رمضانك حلو جبت الحم قطعتو ديبتي مغسو درت له البسلة كيما شفتوا ربيتها قولو نص حبة بعد درت له قرنفل هذيك نجمة الارض درتها شوية زبدة وعود القرفة يجي لاصوس تيعك ابيض ما جيش قهوي ولا جي مغمق يعني بشي جو السيرو تيعك يجي اكلير نخلي هذيك البصلة تقلم لح لازم ضروري ونبعد زيت لها مغرف سكر هكذا باش الحم تيعنا يطيب احلو مرقت عليه وخليت الحم يطيب هذي خطوة ضرورية يعني ما نديروش السكر مرة واحدة باش ما جيش الحم تيعك يبس خلي بالعكس يطيب الحم ونبعد نكملو ديرو السيرو اهنا كنت نوجد في ليبو اللي راح ندير بهم الشربة درت فيونتاشي درته شوية دبشامل ثومة بودرة ولا ثومة نرمال سي كيف كيف شكلتهم كرات صغار كي ما نعرفو باللي تاع الشربة جوه صغار اهنا كاللاصوس تيعي كما شفتوه اتقلاء مليح درت له الحمص ونبعد مرقس عليه اكيد بالمسخون ثاني من هذي من اسرار البنة غلقت على الكوكو التيغي بشي طيب هذيك الحم ونبعد باش نزيد له ليبو ولها بك اللي كنت درتهم مع الفريق في من جيه اخر حتنواجد المطلوع تيعي المطلوع الوصفة تيعي كاس دقيق بنص فارينة هذي تجي قرصة ديلها مغرف زيت مغرف كبيرة تاع يعني القرصة مغرف قد ما درت يديلي مغرف مغرف كبيرة تاع السكر تاع الخميرة الملح درت بديت بالفريق والسانوش اكيد بديت بالحليب ومبعد كملت بالماحتين والليلي مطلوع اهنا جبت حبيت لوز باش نديرهم اكيد في الطجل الحلو تاعي حضيتهم في الارفراير باش يتجقلوا كان هنا ديجا الحم تاعي طاب زيت عليه بول تاع السكر بيك اللي احنا وش نديرو نديرو كيلة سكر بكيلة تاع هذم عينبقرة والحويج مي ضركة واللينا نحبو شوي ناقص احلى وهنا كنت ديجا رنخت هذم الحويج مع بعضاهم والعينبقرة خليتها وحدها رنختهم شوية في الماء سخون زيتهم خليتهم غلو شوية حد العشرة دقائق ومبعد زيت عليهم اللعينبقرة اللي ملاز بش خلوها تغلاء ياسر عاود زيت درت واحدة عود قرفة واحدة نجمة الارف بشي تلقونا البنة حطيت شباح السفراء تاعي وزيت خليتهم يتغلوا صاف يشباح السفراء خليهم في اخر دقيقة كيكون سيرو تاعك ديجا اعقد باش ميدخلوا لهمش الماء ومبعد زيتها بوكل حبيت تاع اللوز اللي كنت اقليتهم خليتهم تكتكون دقيقة ولا زوز ومبعد زيت لهم شوية ما ازهر وكان الطجي الحلو تاعي جابنتوا ولا اروح نسيت ما قلتكم شوية الطريقة اني صفيت البصلة كيطاب لاصوس قبل ملوح السكر وش يجيكم من واحدة ديخل على الربعة ولذين قريب يذين كملت درت هذك الطجي اللي حلو باش ندير هذو كليما قلتكم مقابلات تاع كريم وطن جبت هذك التوك ارحيتهم بعد درتو في ليفغين بعد درتو فوقو الموس تاع الطن والفرماج اللي رايحة نقول لكم عليها وليت فتحتها للشربة تاعي زيت لها ليبول وزيت لها 5 امغير بتاع الشربة بعد مغسلتها شربة بليدي وحد البنة ما نحكي لكم جيت شربة تبل تهبل مرقت وزيت هذك الراس تاع الفلفل الاخر اللي رايح يزيدها جميل وبنة في نفس الوقت رحت باش نحذر الحشو تاع البوريك جبت البصلة تاعي كما شفتو تعودتوا قليتها مليح مع شوية ملح وفلفل شوية زيت مع زيت لها كمية تاع ومبعد فورت البطاطا خلطوا مع بعضها بزيت لهم شوية فورماج ولوينيهم في البوريك مزروبين مزروبين هنا الشربة تاعي كانت طابت كما شفتو بسم الله مشاء الله شو نزيد نصحكم دايما اي ميكلا كتا يبوها تفتحوا لها البورمة زيدوا خلوها تغلي بحد ادقيقة ولا زوز هكذا بش تخثير وتدي لكم وجه امليح دلنا صلاتة خضرة عادي بالخيار وزيتون نورمال وهنا كانت الطابلة تاعي جاهزة وكانت هذي هي نهاية اليوم تاعي كما شفتو مالقري جريت في الاخير حطيت لهم ذيك الطابلة كما تعودتوا عليها بسم الله ومشاء الله ان شاء الله رب يجعلها نعمة دايما ويحفظها من الزوال كان يومي نجح بامتياز يعني كل الجابنين جاهي المالقري الزربة وش نقولو ربي يرزق كل محروم ربي ينصر اخويننا في غزة ما ننسوهمش وش نوسيكم احبابيتي شهر رمضان شهر العبادة ما تنسوش القرآن الفجر ما تنسوش الفجر ما تنسوش السهلات يعني هذه الضرورية الضرورية ولهذا السبب انا باش نقولكم باللي هذا اخر فيديو ججزت رايحة نشارك معكم بعض الوصفات اللي نلقاها جديدة ومفيدة اللي حبت وصفات افكار ديكور تدخل الفيديوات تع رمضان تاعتها العمل فيت رايح تلقى كل ما هو جميل وجديد وش نقولو محبابيتي صحة رمضانكم صحة فتوركم صحة سحوركم تصوموا ان شاء الله بالصحة والهناء في امل له وحفظه اشتركوا في القناة